أنت بديت العزف على آلة القانون وأنت أشهر عازف سعودي في آلة القانون وفي العالم العربي ما في أحد يخطي اسم مدني عبادي ما يحتاج أعرفك البداية حسب معلوماتي أنت بديت صغير السن جدا الله البداية كانت طبعا هي سبحان الله الموهبة لما تجيك من الله سبحانه وتعالى في سن مبكر يجب أن أنك تسقلها بما يتلائم مع ما أوهبك الله سبحانه وتعالى لكن الحمد لله رب يوفقني أن تلك الفترة كان في تشجيع من خلال المجتمع اللي كنا عايشينها في مكة المدارس كانت بتشجع المواهب يعني كنا في المدرسة بنحي حفلات بنسوي مهرجانات وهذه شجعت المواهبة اللي عندي والحمد لله بس اللي كان ينقصنا في تلك الفترة أنه ما كان في معاهد موسيقية عشان ندرس دراسة أكاديمية هذه أنا جاية لأنه أنت أبدا سنبه المشاهد وأنا أعتقد المشاهدين كلهم عارفين من هو مدني عبادي أنت تعتبر الذاكرة السمعية للموسيقى لأنك عصرت أجيال ما شاء الله والله أعطيك الصحة والعافل لأنك بدأت صغير السن بس لفتني لما تقول أنك أنت نتاج المسرح والمدرسة اللي هو مسرح المدرسي والعمل المدرسي شرح لي عن هذه أنا كنت متخيل أني أريد أن أسألك عن الصعوبات اللي واجهتك ذاك الزمن هو كان في البداية ما كانت في صعوبات صراحة كان في تشجيع من المشرف الاجتماعي في المدرسة لأنه الموهبة عندي بدأت يعني من سنة خامس بس طبعا ما برزت للوجود إلا في مع بداية الدراسة المتوسطة المرحلة المتوسطة لأنه وجدت هناك أنه بيشجع الموهب سواء أنت فنان موسيقي شاعر فنان تشكيلي تجد من يحتويك وكانوا بيشجعونه وكنت يعني أول ما بدأت بآلة اسمها المولديكة أعزف عليها هذه قبل أي آلة يعني تعلمتها بحكم أنه يعني في تلك الفترة لم أكن أحتوي على حود أو آلة وجدت هذه كلعبة هي أساسا فتعلمت عليها واللي أجاب لي إياها زميلي وصديقي إلى الآن في الحارة اسمه محمد حسن الخطابي هدية لأخوه لعبة لعبة هي آلة وسيقية شبيهة بالكرديون إنما آلة يعني تتبنفخ والعشق الذي فيه نيوحازك بدأت أمارس هذا العشق سمع هذا العشق من محيط كنت أشوف آلات قدامك وناس على الجيفة ولا كيف لا يعني حوالين لأنه كنت ما شاء الله أنا محاط بفنانين كان الله يمسي بالخير أستاذ يحي لبان جارنا في الحي وكان يعني كذلك زملنا فنانين بس لم أذكر أسمائهم إنما يحيب حكم أنه كان مطر في مكة فكنت أشوفهم يغنوا هذا وأنا يعني ليش أعجز ما سوي زيهم فلجأت بدأت أمارس فيها هوايت وطلعت منها أنغام وبدأت مع زميلي الأخ محمد حسن كان هو يعزف يقع وأنا يعزف بعدين في المدرسة وشابي زميلي محمد حسن قال ترى فنان مدام شاف في التشجيع فقال له طيب جيب الآلة وتعال أنا فوجئت أنه المشرف الاجتماعي يقول لي جيب آلتك وتعال جيبتها وسمعته المقطوعة وعزفت قال لي أنت في الصباح أباك في الطابور بدأ ما توقف الطابور تعزف موسيقى عشان الطابور يمشوا عليها طابور المدرسة المدرسة مكة نعم يعني إحنا اليوم اللي إحنا فيه بنرجع لما كنا لما كنا هذا الكلام يعني في تقريبا في عام 1385 هجري تقريبا أو 1965-66 تقريبا يعني في بداية مرحلة متوسطة كانوا يقفوا الطابور الطابور وأنا أعزف لهم طلعتها محلة نرها شمس الشموسة لأنه مقام سليم والآلة ماهم سيكوا فالمقام العجم جاي فيها مزبوط يعني ويمشوا وصفقوا لين يدخلوا وانعفيت من الطابور وبعد كده في الفصحة الكبيرة نجي نعمل أناشيد مع الطلبة نعزف بالآلة وهم الطلبة يردوا يجيبوا الطلبة اللي يرددوا أناشيد يعني عندي حتى صورة إن شاء الله أزودكية بها بعد كده يا ريت والله ونحنا بنعزف ترجمة نانسي قنقر